اهلا يا صديقي عسى ان تكون بخير النهاردة نتكلم عن واحد من اعظم العلماء في التاريخ اللي اسمه اسحاق نيوتن نيوتن ده كان رياضي وفيزيائي وعالم كيميا وفلك كمان وهو اللي اخترع الحسابي التفاضلي والتكاملي وقانون الجاذبية العامة وقوانين حركة الاكسام وبناء اول تلسكوب عاكس في العالم اتولد نيوتن في 25 ديسمبر سنة 1642 في قرية صغيرة جدا في انجلترا اسمها ويلسبر بابا مات قبل ما اتولد بثلاث شهور ومامته جوزت من راجل تاني وسابيته مع جدته لما كان عنده سنتين نشأ نيوتن في بيئة صعبة جدا وكان شخصية منطوية وحساسة ما كانش بلعب خالص مع اطفال تانين بس كان بيحب يصنع حاجات زي الطيارة ورقية ودرس نيوتن في المدرسة السنوية في غيرانطن بس ما كانش بيركز في دروس خالص كان بيحلم بالفضاء والكواكب لما مات زوجمه رجع نيوتن للمزرعة بتاعتهم بس كان فاشل في الزراعة خاله اقنع امه انه ترجعه للمدرسة تاني وهناك بدأ يظهر واحد شطر في الراضيات والفلسفة اخد شهادة الكبول في جامعة كامبرج سنة 1661 خلصنا كده من مرحلة سنوية في الجامعة استغل نيوتن فرصة قراءة كتب كتير في الفلك والفيزياء والهندسة خصوصا كتب ديكارد وجاليريو اختار دراسة الفلسفة الطبيعية اللي هي علم دراسة الظاهر الطبيعية سنة 1665 اضطر نيوتن يقطع دراسته بسبب انتشار مرض الطعون ورجع لقريته تاني وقضى اهم فترات حياته وفي نفس الفترة حصل مع نيوتن حدثة مشهورة جدا لما شافت طفاحة بتقع من شجرة ده خلاه يفكر في قوة الجاذبية اللي هي قوة بتجذب كل شيء لبعضه اكتشف نيوتن ان قوة الجاذبية بتعتمد على قتلة الاجسام وبعدهم عن بعض وانها بتنطبق على كل شيء في الكون حتى الكواكب والنجوم شفت الكافية الكون والنجوم حلوة رجع نيوتن للجامعة سنة 1667 وبقى استاذ للفلسفة الطبيعية اشتهر بابحاثه في الراضيات والفيزياء وانضم الجامعية اللي هي جامعية علمية ملموقة جدا في انجلثرا في سنة 1687 نشر نيوتن اشهر كتاب له اسمه الاصول الراضية للفلسفة الطبيعية في الكتاب ده طرح نيوتن نظرية متكاملة عن حركة الاجسام وقانون الجاذبية العامة واثبتها بالراضيات والتجارب كان نيوتن صورة في تاريخ العلم وغير طريقة فهم الانسان للطبيعة والكون احترموا علماء كتير على مستوى العالم وبقى انظاموا ساري المفعول لأكتر من مئة سنة لحد ما ظهر انشتين وطور المفعول بتاع نيوتن اشتغل نيوتن في مجالات تانية زي الكيميا والدين في سنة 1696 اخد منصب لعملة ملكية وكان مسؤول عن صنع المال المعدني وفي سنة 1703 اخد رئاسة جامعية رولي السوسايتي مات نيوتن في 20 مارس سنة 1727 في لندن وهو عنده 84 سنة وحضر جناسته ناس مشهورة جدا وصف الشعر الانجليزي بان العقل الاعظم لازل تعرفه البشرية بعد وفاته اكتشف ان نيوتن كان بيدرس السحر والكيميا وكان عنده كتب كتير من الموضوعات دي في ناس قالت ان نيوتن كان مجنون بس في ناس تانية قالت ان نيوتن كان بيحاول يفهم كل شيء في الكون بطريقة علمية بتنساش بقى تهيما لايك وشير وتكتبلي في الكومنت عاوز الحلقة الجاية تكون عن ايه اشتركوا في القناة